تقريبات السنوية العامة يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في تسع مواد دراسية في كتاب واحد وهي التاريخ، الجغرافية، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في عشر مواد دراسية في كتاب واحد وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم الثاني 0163-56-296 ثمانياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء أعزائي طلبات وطلبات السنوال العامة أهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى حلقة رقم الثلاثة وستين مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء مساء الخير على كل مدرس الجيولوجيا على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنه من الكمال النهاردة يكون في ديافتنا أحكى وادر الجيولوجيا على مستوى الجمهورية مستر إهاب جابر صباح الخير مستر صباح شرفنا واتشرفنا في العادة مستر محمد إسماعين أهلاً بيك ربنا خليك مستر محمد طبعاً قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا مع أستاذنا الأفاضل هم عندهم تنويه كده سريعاً كتاب مدرس على الهوى اللي هو يعتبر قريدي موجود دلوقتي في كل المحافظات ومنافس التوزيح فاضل لمستر محمد بالنسبة لأبنان أو بناتنا طالبة السنوال عامة سواء علمي أو أدبي اترعى في وضع الكتاب ده أسئلة نظام الجديد نظام التابلت يعني أولادنا المفروض أن هم يبدأوا يحلوا دلوقتي ده نص المنهج وإن شاء الله كده يصعوا بسرعة أن هم يحصلوا لها كتاب ويحلوا جميع الأسئلة الموجودة كتدريبية قبل ما يبدأ شهر اتنين إن شاء الله عشان إن شاء الله جود التاني ينزل بإذن الله مراجعة نهائية ومن شاء الله يكونوا موفقين ويطراعوا فيه نظام الحل الكامل في الأسئلة سيد جديد الطريقة المميزة لوضع الأسئلة جميلة جداً وفتتنسب مع قدرات الطالب ولازم نبتدي نحل فيها بسرعة مش هنتأخر أكتر من كده عشان نلحق برضو المرحلة التانية وهيبقى معها نمازج امتحانات فعالية زي نمازج الوزارة بالضبط أو قريبة جداً من التصور بتاع الامتحان النهائي وربنا يوفقكم جميل جداً وطبعاً زي ما أنتم وحضركم وعارفين فينا في رسائل بيجيلي كتير جداً من كام كبير جداً من الطلبة على الواتساب بيسألوا على الكتاب طبعاً الرقم بتاعك لما بيجيلي على الواتساب أنا مش عارف أنت في محافظة إيه فحاول توضح لي أئمة الديني مكالمة تلكونية أفضل بحيث أقول لك أقرب منفذ توزيع بالنسبة لك إيه أو التواصل مع كل مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء حرقة موافقة إن شاء الله إن شاء الله المرضى هنكمل مع بعض باب المعادن وهنبدأ إن شاء الله مع دراسة الخواص الفيزيائية للمعادن الجيلوجي غير الفرد العادي الجيلوجي بيدرس المعدن لازم يدرسه بطريقة معملية تحليلية معقدة يرعي فيها الخواص الفيزيائي خواصنا الفيزيائية نوعين فيه خواص اسمها الخواص البصرية لأنا هبدأها مع حضرتك وأستاذنا سيدهاب جابر هكمل مع الخواص التماسكية إن شاء الله بعد شوية بإذن الله كلمة بصرية يبقى تعتمد على البصر أو الرؤية سيدهاب يبقى الخواص البصرية في الأصل تعتمد على وجود الدوق يبقى ما يقول لي خواص تعتمد على وجود الدوق هقوله خواص إيه؟ بصري تلقاي الخواص البصرية عندنا خمسة أولاً بسرعة كده أول خاصية اسمها الشفافية يعني شفافية قالوا الشفافية قدرة المعدن على نفاذ الدوق من خلاله يبقى الشفافية هي قدرة المعدن على نفاذ الدوق من خلاله نفكر أولاً يسمى خواص بصرية بتعتمد على الدوق يعني تفاعل المعدن مع الدوق الخاصية الأولى الشفافية هي قدرة المعدن على نفاذ الدوق من خلاله جميل لو المعدن هينفذ الدوق كله أستاذ أحمد يبقى اسمه شفاف طب لو نفس جزء منه يبقى اسمه نصف شفاف طب لو نفس الدوق خالص يبقى اسمه معتم يبقى درجات الشفافية تلاتة تلاتة يا شفاف نصف شفاف يا معتم خاصية تانية اسمها البريق كلمة بريق يعني لمعان يعني سطوع بتلاقي واحدة مثلاً كده لابس دهب بكمية جبيرة اقول لك ما شاء الله بص الدهب في دهب بيبرق كلمة يبرق يعني يلمع يعني يسطع فكلمة البريق هي قدرة المعدن على عكس الدوق من خلاله جميل او درجة سطوع ولا معان المعدن في الدوق يبقى البريق ممكن يقوله تعرفين قدرة المعدن على عكس الدوق من خلاله او درجة سطوع ولا معان المعدن في الدوق على سطح المعدن تمام اه قدرته انه يعكس الدوق بدرجة يعمل ايه هنشوف بعض درجات الدوق لو المعدن عكس الدوق عكس الدوق بدرجة كبيرة اسميه بريق فلزي وأشهر باريك فيلزي هو باريك معدن الذهب والجالينة وعايزين نقول لولادنا الجالينة ده اللي هو كابريتيد الرصاص كابريتيد الرصاص جالينة ده كان مثلا في كوح للعين قديما وهكذا والبيرايت ومعدن البيرايت يبقى الباريك الفلزي قدرة المعدن على عكس الضوء بس بدرجة ايه كبيرة كبيرة طب لو هو بيعكس الضوء بدرجة ضعيفة لافلزي أسميه باريك لافلزي ما شاء الله دكتور أحمد باريك لافلزي طب اللافلزي بقى درجات أو أنواع طيب هو لافلزي ماسي يبقى أستاذنا أستاذ ذهاب ماسي زي معدن باسمه تمام الماس في لافلزي زجاجي يبقى زي لا هم الطلبة اللي يقولوا المعدن اللي بنصنع منه الأسمنت واللي بنصنع منه الزجاجي تمام دكتور يبقى معدن الكوارتز طبعا ده أشهرهم زجاجي ومعه معدن كمان مع الأسمنت اسمه يبقى فيه لافلزي ماسي زي الماس ولفلزي زجاجي زي الكوارتز والكالسايت ولفلزي يبقى أستاذ تاني لولوية لولوية زي معدن منه أستاذنا بنصنع منه إيه ها تمام يبقى يبقى معدن الفلسبر وده أحد مشتقات أو مكونات صخر الجرانيت ولازم في الباب التاني عملية الربط دي من الكالسايت صناعة الأسمنت تمام يبقى أصداد بفكرنا بمعدن الكالسايت وصناعة الأسمنت ومعدن الكوارتز وصناعة الزجاج وهم الاتنين مشتركين في الباريق الزجاجي وده تسمى الطريقة دي الوضع الصعيف تمام يبقى ممكن يشتركه في خاصية ويختلفه في خواص أخرى هناك باريق يسمى طرابي أو مطفي زي معدن الكولين وعايز أولادنا يخلي بالهم من كلمة كولين يعني طراب الكولين هو الطراب سيليكات ألومونيوم مائية يبقى الطراب على المياه راتب يبقى اسمه كولين يبقى الكولينات هي مجموعة معدن الطراب دي الكولينات يبقى كده الخاصية التانية اسمها الباريق وهي قدرة المعدن على عكس الدق من خلاله أو درجة سطوع ولمعاني المعدن في الدق الخاصية التالتة اسمها عرض الألوان هي من اسمها عرض ألوان يعني هاشوف لون ولا عيدة ألوان عيدة ألوان تمام يبقى المعدن بيتشاف بكذا لون ودي مش خاصية سهلة دي خاصية يتميز بها لأحجار الكريمة تميز بخاصية عرض الألوان يعني لها كذا لون فاحنا ما نيجي نبص على معدن شهير جدا يسمى معدن الماس الماس لما يرى من جنب يرى بلون أحمر طب ليه؟ هنشوف حالا طب من الجانب التاني اللي هو بلون بنفسجيك لأنه ليه قدرة أن يفرق الأشعة تحت الحمرة والفوق بنفسجية يبقى هو معدن واحد اسمه الماس يفرق الأشعة تحت الحمرة فشوفه بلون أحمر يفرق الضوء يفرق الضوء تمام بنفسجي طيب من يفناش أحمر وبنفسجي شوفنا في التصوير قديم بتاع الستينات بالمكلسوم أما كان بتبقى لبس الماس ولكن فيه ألوان خالص كان إيه اللي بيحصل لما الكاميرا كان بتيجي على الماس اللي كان بتبقى لبسه يدي بريك عالي رغم أنه هو ماس ورغم أنه هو فلزي بس عشان الضوء مشكلة الضوء أنه مش قادي يفرق الأشعة لأن هنا ما فيش ألوان أصلا فمش هتغذر الألوان بتاعتها أصلا لبريك عالي في جميع الاتجاه تمام فيه معدن تاني موجود في عين الهرة هرة يعني قطة معدن اسمه الأوبال الأوبال ده بنشوفه كذا لون أنه هو مقسم إلى مجموعة من الأنسجة كل ما تغير زوية النظر لعين الهرة تغير لك الأشعة وتعكسها بدرجة تانية فتغير لون العين بتاعتها فبيسموها خاصية اللألأة أو عين الهر أو التلاعب بالألوان اللي عجب أقوله موجودة مع الطالب في سيدي الكمبيوتر لو هو عنده سيدي بتاع كمبيوتر يبص فيه قريب جدا من معدن الأوبال فيدي له إيه؟ عدة ألوان عرض الألوان مختلفة تمام يبقى خاصية عرض الألوان هي تغير لون المعدن مع حركة عين الإنسان حسب الضوء الساقط عليها وانعكاسه الماسي فرق الأشعة ضوئية فزة بلون أحمر ولون بنفسيجي ومعدن الأوبال اللي في عين الهرة وعنده خاصية اللألأة أو التلاعب بالألوان أو عين الهرة اللي هو بيتموج تمام بريك المعدن تمام تمام وطبعا مستر محمد عايز الطالب يبقى أخذ بالله أن البريك الفلزي الأمثلة بتاعة الدهب والبارات والجليلة مش معنى أن الماس بيفرق الضوء أحمره بنفسيجي اللي بريك عالي في جميع الاتجاهة أنه بريكه لا هو بريكه متحدد أنه لافلز طبعا طبعا لافلزي عالي لأنه أصلا بيتكوم من الكربون أساسي أساسي والكربون ده عنصر لافلز خاصية الرابعة اسمها خاصية اللون وإحنا بنتعمد نجيب خاصية اللون قبل الخاصية الأخيرة وتسمى المغدش اللون ده يتوقف على طول الموجات الضوئية الساقطة على المعدن والمنعكسة منه إيبا خاصية اللون تتوقف على طول الموجات الضوئية الساقطة على المعدن والمنعكسة منه عشان كده يكون دايما نقول لدنا إيه إن اللون في معادن لونها ثابت ثابت ما يضغرش أبدا مهما كان طول الموجب تعدده الساقط عليه ومراكس منه وكونوا لهم أغنية كانت لهم الكبريت أصفر والمالكايت أخضر الكبريت أصفر والمالكايت أخضر أخضر بفكرهم بالمالكايت كربونات نحاية أسمائية بتاع المحاضرة اللي فاتت إنهو يعد من أحجار الزينة كانوا يستغيموا القدماء في الزينة مالكايت والجمشايت في معادل لونها متغير طب إيه لي يغير لون المعدن؟ شوائد إحلال عنصر محل عنصر تغير لون المعدن تغير في الترتيب الزهري يغير لون المعدن قال ليه يعني لو فيه نسبة شوائد أنا ممكن يكون لابس أميس أبيض جميل جدا هو ماشي في الطريق والزحلق في الطينة يطلع الأميس ما شاء الله جميل وزيد الطين صح؟ يتحط في غسالة جميلة يتغسي يرجع لونه إيه؟ أبيض يبه هو أصلا ما تغيرش تركيب الأميس هو تغير لون الأميس بسبب الشوائد بسبب الشوائد زيه برضو إن شاء الله كده يمكن عندنا مثلا عروسة وفرحة فبتروح كوافير هل يطر هي هي عروسة داخلت هي اللي خرجت؟ أكيد لا طبعا أنا ما أظنش بس إحنا لما نشوف اللون جميل طب الصوب هنرجع للايه؟ للأصل ربنا أسطر يبقى الألوان مالها متغيرة تابعا للشوائب تابعا لإحلال عنصر محل عنصر أو التغير في الترتيب عنصرها الزرن نشوف كده أشهر معدن لونه متغير هو معدن الكوارتس وده من مشاهير المعادن سوزهاب طبعا هو ثاني وكسيد السيليكون يسمى بالمرو اسمه المرو ولونه الأصلي أبيض شفاف ومن بياضه الجميل نقي يسمى بالبلور السخري ده لما يبقى ناقي وجميل وأبيض معنى كده أن الأصل في المعدن الكوارتس تركيبه ثابت ثاني وكسيد السيليكون لا يرش اسمه المرو ولونه الأصلي أبيض شفاف فبيسمى بالبلور السخري طب هو هيخش عليه شوية شواء أستاذنا كده ممكن تغير لونه إيه؟ يديني الرمادي أو المدخن الرمادي أو المدخن ده لما يتعرض لأشعة عالية جدا فتكسر الروابط الكيميائية يبقى لو تعرض معدن الكوارتس إلى طاقة إشعاعية عالية تعمل على كسر الروابط بين زرات عناصر الكوارتس فيتغير لونه من الأبيض الشفاف للرمادي أو الأسود أو المدخن لون تاني يا مستر ناخد الأبيض على طول أبيض كريمي أبيض كريمي لبني أو لبني لبني أو شاي حليب شاي بحليب ملك تمام؟ يعني لون لبني لبني لما تخش فيه نسبة من الفقاعات الغازية أو الهوائية لون كمان يا مستر وردي وردي لما تخش عنده نسبة من شوائب ها؟ الوردي مانجنيز مانجنيز طب آخر لون بقى مستر عشان بقى ده أنجزنا البنفسيجي لونه البنفسيجي اللي هو لما تخش نسبة من شوائب أكاسيد الحديد أكاسيد الحديد وليه اسم البنفسيجي؟ اسمه الامي سيست أختي إيمان أختي إيمان إيمان سيست أخت عشان طالبه نتلق باش أو أمشست براحتك إذا ما أنت عايز وهو معدن واحد بس بص الألوان متعددة كذلك معدن اسمه سيفا ذريت لو كابري تير الزن لونه الأصلي أصفر يتحول للون بني لما تحل زرات الحديد محل زرات الزن لونه أصفر بس أصفر متغير لبني عشان كده الجماعة بتعود دهنات لما يحبوا يعملوا اللون بني في الحوائط يجيبوا الأصفر والأسود يضيف أصود على الأصفر يبدأ اللون يبدأ يدي البني لو عايزوا بني غامق يزود من الأسود اللي هو الحديد يبقى لما تحل زرات الحديد محل الزن يتغير اللون من أصفر لبني السؤال بقى كده هو معدن واحد ولي عدت ألوان ألوان أنا ما قدرش أعرفه منين من اللون فبنلجأ إلى الأصل بتاعه اللي هو اللون مين بقى دكتور شفاف أجيبه منين بقى قال لي اخدشه اخدش أي معدن اخدشه اجراحه ينزل برادة البرادة دي هتجيب لونه لإيه في الأصل فيسمى بالمقدش فالمقدش هو لون مسحوق المعدن الناتج عن خدش المعدن أو حك المعدن بقى لا حد أخدوا بالكم بقى من اللي جاية على سطح خزفي غير مسكول ستازنة سذهاب هيستخدمها كمان شوية في الخواس التماسكية سطح خزفي غير مسكول فلما يخدش المعدن يجيب لونه الأصلي هو مجيزة تمثلة من دبناها سذهاب معدن مين الكوارتس لونه الأصلي إيه لونه الأصلي أبيض أبيض شفاف أبيض بس هو متعدد الأيه تمام يبقى المتعددة جابوا لي كوارتس لونه إيه بنافسك أخدشه أبيض هيرجع لونه الأصلي أبيض جابوا لي كوارتس لونه أخدشه رجع لونه إيه أبيض إذن لو خدشت الأربع ألوان بتاعه الكوارتس هيرجع لونه الأصلي اللي هو الأبيض كذلك معدن مين ده السفراي انا شايفه بني بس انا لو خدشته يرجع لونه ايه? اسفل كذلك في معدن اسمه الهيماطايت ده عارفيني اولادنا من المعادن الكاتيد الحديد من المعادن مثلا في الصناعات الحديد والصلب والمغناطيس هيماطايت هيماطايت لونه ايه? احمر او رمادي جامل تمام لما اخدشه ده يرجع لونه الاصل اللي هو مين? احمر الاحمر الاصل بتاعه عندنا معدن البايرايت اللي تزابع مالي يحب او البايرايت شكله كده البيرايت بيظهر بلون? اه البايرايت لونه دهبي ايوا مغدشه اسود المغدش بتاعه لما اخدشه هو دهبي يرجع لاصل اللي هو اسود الاسود من عشاء طبعا البايرايت الزهاب واضح جدا حتى وانا بنشتح في البريك قال لي خد بالك فيه البايرايت مع الجالينة ما احنا ممكن نحط الفضة كمان بالمناسبة لو عايز تحط الفضة حط الفضة لان بص كابر يتيد الرصاص والفضة قربين جدا من بعض كحاصة بصرية الفيزيائي على افكار البيرايت فيه لمحة كده جميلة البيرايت بيسمووا دهب الم غفلين م هم يعني ممكن نجيب شوية له مليام بايرايت هطلعلك دهب دهب شكل الدهب بالضبط بس تمسكه الفاهم خفيف نعم واللي فهم اكتر عشان كده صفة الجيولوجي ما ياخدش المعدن بظاهره اما ياخدشه يدينه البودرة السودة ايوه الاصل بتاعه عشان كده يقولنا في البداية عشان كده انت بتحبه اول المسأل اولادنا ايوما افضل في التعرف عن المعدن اللون ولا المغدش يقول لا المغدش لان المغدش لونه سابت حتى لو المعدن لونه متغير يبقى انا لو عندي معدن ليعجز الوانه وعايز اعرف اصله اخدشه يبقى ايوما افضل في الاختياري المغدش ام اللون المغدش ولماذا لان المغدش لونه ثابت حتى في المعدن ذات الالوان المتغيرة ومين اقل الصفات البصرية اهمية اقل الصفات اللون رغم ان هو اقصرهم وضوحا او اقصرهم تميزا على اطلاق تمام تمام رغم ان هو من الصفات المميزة للمعادن يعني اللون دي صفة مميزة ولكن رغم انها مميزة لكن اهميتها في التعرف عليه قليلة ليه تعددها جميل كده يبقى احنا هنا جزء الاول من حستنا الخواص البصرية للمعادن وبتعتمد على وجود الضوء خمس خواص سريعة جدا الشفافية والبريق وعرض الالوان واللون وخاصية تسمى بالمغدش افضلهم هو المغدش لان اللونه ثابت حتى في معادة اللون المتغير اما اللون صفة مميزة المعدن ولها اقل اهمية لتعدد الوان المعدن بتغير شوائبه او احلاله بفضل الستر محمد فاصل قصير ونرجع لك تاني اعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج الكتاب الاول كتاب المواد الادبية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في تسع مواد دراسية في كتاب واحد وهي التاريخ الجغرافية علم النفس والاجتماع الفلسفة والمنطق اللغة العربية اللغة الانجليزية اللغة الفرنسية اللغة الالمانية واللغة الايطالية الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في عشر مواد دراسية في كتاب واحد وهي الفيزياء الكيمياء الاحياء الجولوجيا الرياضيات اللغة العربية اللغة الانجليزية اللغة الفرنسية اللغة الالمانية واللغة الايطالية وقد قام باعداد هذه الكتب لغبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقا للنظام الحديث تحت اشراف مستر احمد السعيد يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى او التواصل مع ادارة البرنامج من خلال الرقم الثاني 0163 56 296 تمانياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الاعزاء وارجعنا لكم تاني مع الجيولوجيا للسانوية العامة مع مستر ايهاب جابر طبعا بعد ما شفنا من شوية الخواص البصرية للمعادن مع مستر محمد اسماعيل هندخل دلوقتي الخواص التماسكية مع مستر ايهاب جابر تفضل يا مستر هنكمل ان شاء الله الخواص التماسكية الخواص التماسكية عبارة عن مجموعة خواص زي الصلاة الانفصام المكسر اخر خاصية الطرق والسحل لازم نميز كويس قوي الخواص البصرية اللي مستر محمد قالها بريق لون شفافية عرض الوان مغدش عشان السؤال بتاع ما عادة جميع ما يلي خواص تماسكية ما عادة الصلاة الانفصام المكسر المغدش يبقى لازم مميز ان الخواص البصرية ايه هي بعرفهم خمس خواص الخواص تماسكية ايه هي نبدأ بأول خاصية الصلاة الصلاة هي درجة مقاومة المعدن للخدش او البن مش فاهمين هجيب دبوس ابرا وامشي على القلم كده هيخربش هجيب نفس دبوس الابرا ومشي على ازاز الترابيز مش هيخرباش قدرة المعدن انه هو يغدش التاني هي دي اسمها الصلاة درجة مقاومة المعدن الخدش والبرد فالمعدن الاعلى صلاة بيغدش المعدن الاقل صلاة اول علم عندنا العلم مهس عمل مكياس الصلاة ولازم مكياس الصلاة للأسف نبقى عارفين ترتيبه كويس جدا لانه ممكن يجيب لي معدنين ويقول اللي بيحدث عندي خدشوهم مش هكلم اللي بيناعلى بيعرف رقم صلاة كل معدن اول معدن التالك اللي هو اللي بيتعامل بودر الاطفال الجبس كالسايت فولورايت اباطاك معلش ما فيش منع ان احنا نحفظ خمسة خمسة مع بعض تالك تالك جبس كالسايت فولورايت اباطايت اخي انا محمد نعم ماشي الاباطايت خمسة هيخدش الفولورايت اربعة طب الفولورايت مع الاباطايت الفولورايت الاباطايت برضو اللي يخدش الفولورايت طب الاباطايت هيخدش الكالسايت والجبس والتالك وهكذا طب الكالسايت يخدش الجبس والتالك ولا ياخدش الفولورايت تمام طيب كده التلك أقل المعادن صلاقة أقل المعادن صلاقة ده بيرجع لضعف قوة ترابط زراطة عنصره بعد المستر هنكمل لسه لأنهم عشر معادن تمام حاط عشر معادن ولازم يتعرفوا كويس جدا تلكي جبسي فولورايت أباطايت أرثوكليز كوارتز توباز كوراندوم ميس أعلى المعادن الميس أقل المعادن صلاقة التلك تسعة تمانية سبعة ستة هميس جدا عشان هو ييجي يقول ماذا يحدث عند خدش الكوارتز مع التوباز أقول له التوباز تمانية بياخدش الكوارتز سبعة طبعا تبقى اختيارات لازم الإجابة تبقى جهازة في دماغي ماذا يحدث عند خدش الكوراندوم مع القلصيت يعني الأعلى صلاقة هو اللي بياخدش الأعلى بياخدش الأعلى يبقى الكوراندوم صلاقة تسعة بياخدش القلصيت صلاقة بياخدش القلصيت صلاقة تلات طيب كيف يمكن تعين الصلاقة بعين الصلاقة عن طريق أقلام الصلاقة زي الألم الجاف اللي كان موجود قبل كده اللي هو اللي بينزل منه أربع ألوان بيبقى عبارة عن سبائك لها درجة صلاقة محددة أقلام الصلاقة بتصنع من سبائك زي درجة صلاقة محددة هنفترض أن أنا عندي سبيكة خمسة ونص هتقدر تخدش مين الأباطايت مش هتقدر تخدش مين الأرسوكليس طيب القلم ده ممكن يضيع يقع يبوض أنساء يحصل له أي شيء مش موجود في حالة عدم موجود أقلام الصلاقة عن طريق أدوات شائعة أدوات شائعة زي ضفر الإنسان صلاة اتنين ونص طيب أنا في الموقع أو في الحقل ومعايا ضفري وعايز أعرف المعادل اللي قدامي دي ضفري اتنين ونص هيقدر يتعرف لي على مين ومين التالك والجيبس ومش هيتعرف على إيه على الكالسايت والضفر زي الذهب تمام عملة نحاسية كلها حاجات متوفرة معنا تمام العملة النحاسية بتاعتنا تلاتة ونص تمام ونفكرنا بالمالكايت تمام يبقى العملة النحاسية تعرف لي الكالسايت والجيبس والتالك مش تقدر تعرف على الفلورايت تمام زجاج نافذة مش لازم زجاج نافذة أي قطعة زجاج مكسورة خمسة ونص وبعدين لوح المغدش اللي كان مستر محمد بيتكلم عليه دلوقت ستة ونص اللي كان فخريت المغدش اللي هي قطعة من الخزف بتبقى خشنة بمشي عليها المعدن هو وانا على القطعة الخزف دي يجيب لي لون جابه أصفر ده الصفر رايت جابه أبيض ده كوارتز جابه أحمر حسب اللون اللي دي يظهر لي تمام يبقى كده بالنسبة للصلادة بعين الصلادة عن طريق أقلام الصلادة وإن لم تتوفر أدوات شائعة ضفر إنسان اتنين ونص عملة نحاسية تلاتة ونص زجاج نافذة خمسة ونص لوح المغدش ستة ونص طيب ده بالنسبة لي الكوارتز ده اللي هو الرامل يا مستر برد الكوارتز الرامل المارو سانيوكسيد السيليكون كلها مسميات لشيء واحد والمس أصلا للمعدن المس أعلى المعدن صناط نعم لقوة ترابط زرات عناصر تمام الأحجار الكريمة كنا تكلمنا عنها أول حصة اللي هي المالاكايت ورجع تاني قال للمالاكايت لونه أخدر كاربوناتنا حاسما هي والفيروز والجمشت دي كده الكريمة والزينة يا مستر والمالاكايت أحجار كريمة أصلية سمينة نفيسة مستعمال في الزينة بس أصلية الأصل غير الزينة مش أصلي أحجار الزينة الكريمة حتى لو أنا ما سمعتش عن اسم الحجر قال لحجر واجه القمر معرفوش صلاته كام كل الأحجار الكريمة صلاتتها أكبر من سبعة ونص تمام ده الكريم الأصل كل الأحجار الكريمة وأي أحجار مقلدة نعم صلاتتها أقل من ستة وبتصنع وبتصنع من الزجاج أو أكسيد الألمونيوم تمام تمام المعادن الشائعة في حياتنا صلاتتها أقل من ستة ونص طب ما نشوف كده مصر كان قال إن الجيولوجيا مجالاتها كتير قوي ده ممكن واحد بيجيب ورقة كارتون غيرها ويجيب رمل بمقاس معين ويحطه عليها ويسيبها تنشف بقى فرخ صنفرة نعم فرخ الصنفرة ده بينمشي على كل حاجة في حياتنا بيشتغل عليها ليه؟ لأنه معظم المعادن اللي في حياتنا هقل من كام ستة ومصر طب ما الرمل اللي معمول منه ورقة الصنفرة كوارتز صلاته كام سبعة سبعة يغدش كل حاجة يبقى من شيء ستة وتسعين في البيئة من مصر رمل نقدر نعمل منه حاجة من شيء متوفر عندنا بكميات كبيرة نقدر نعمل منها شيء الانفصام زي لغة علم النفس يبقى واحد لشخصيتين الراجل بتاع السراميك لما بيجي على حتة السراميك وبيمشي عليها بالمس ويحركها كده يكسر بتدي اتنين بتاع الإزاز بيمشي عليها يدي اتنين ده اسمه انفصام لأنها قدت ايه؟ لازم يديني اتنين الكباية برضو ممكن تيجي تطق مني بس لسه ماسك في بعضها لو أنا خبطتها كده تروح مدياني ايه؟ كتعتين فالشيء اللي بيدي اتنين ده اسمه انفصام في اللغة عموما طيب لو الراجل بتاع الإزاز ده ما عمشيش على حتة الإزاز يستاذي لك مستر إهاب في فصل قصير ودرجع تاني فصل قصير ودرجع لي فتاني ورجعنا لكو تاني والجيولوجيا للسنوية العامة مستر إهاب جير تفضل مستر نكمل بقى احنا كنا بنتكلم على الانفصام اني لازم يديني اتنين لو أنا عندي صفر وفيه مستوى ضعيف ضغط عليه او كسرته حينفصم ويدي اتنين يبقى معنى كده الانفصام هو قابلية المعدن للتشكك على طول مستويات ضعيفة يبقى لو أنا عندي المعدن فيه مستوى ضعيف هينفصم مفهوش مستوى ضعيف مش هينفصم عشان كده ممكن ينكسر المكسر ده حاجة تاني يعني اهو فيه مستوى ضعيف ينفصم بالضبط هنشبهها للطالب زي الكباية بتاعة المياه كده لما نحط فيها شي وتبتدي تعملي شرخ بسيط فيها كده انا مش هارف استعملها خالص اول ما غبطها كده هتديني اتنين انما لو هي سليمة وانا غبطتها هتكسر يستحيل تدي اتنين تدي بقى مجموعة قابلية المعدن اللي تشكه على طول مستوى ضعيفة لو ما فيش مستوى ضعيف هيبقى مكسر هيبقى ايه؟ مكسر اشكال الانفصم فيه انفصام جيد او في اتجاه واحد وفيه انفصام في اكثر من اتجاه انفصام جيد في اتجاه واحد كلنا عندنا نفس نوعية الخشب ده في المطبخ او كده بيبقى عليه طبقة من المايقة المايقة انفصامها صفائحي او متورق عاملة زي الورقة بتفرد معايا علشان كده بتتحط على طبقة الاخشاب دي وبتتحط على بيات العربيات في الاخر لانها عندها قدرة انها تفرد بطريقة متصلة صفائحة او متورقة بس نشتغل على صفائحي الجرافيت قاعدي الجرافيت اللي هو اللي بنستعمله في سن القلم والرصاص اللي هو الحالة بتاعة الماس لو انا عندي او ممكن اجيب القلب الاسود اللي في الحجارة القلم اهو اكسره هيروح ميديني الكسر بتاعه بالمنظر ده كده قاعدي قاعدي موازي لقاعدة البلورة مش هكسر يروح اعمل لي كده مش هيعمل لي كده لا هيبقى انفصامه قاعدي قاعدة زي الجرافيت انفصامه اكثر من التجاه الهالايت اللي هو ملح الطعام والجالينة انفصامه مكعبي كنا بنكلم على طريقة السؤال بي اللي هو فيه ربط بين جزئيتين لسه المستر محمد كان كاتب لي هنا ان الجالينة باريكو فليزي وانفصامه مكعبي يبقى ما يقول لي انفصامه مكعبي ما روحش في اي حتة اكمل بقية السؤال انفصامه مكعبي يبقى الجالينة او الهالايت انفصامه مكعبي باريكو فليزي بقى مين الجالينة الجالينة مزاكو ملحي او تركيبه الهالايت وفيه القالسايت انفصامه معين والقالسايت ده اللي هو صنعته تلاتة صنعت الاسمنت باريك لا في لزي زجاجي تمام نخلي بالنا لان الباب التاني جميل جدا وفيه مجموعة اسئلة فيها ربط وفيه معادل لا تنفاصم زي الكوارتس تمام نرجع بقى لو انا عندي مستوى ده مش موجود يبقاش عندي مستوى ضعيف معايا فلا ينفاصم يبقى عندي كمان الكوارتس لا ينفاصم طب الانفصام سببه ايه ضعف اه وجود ايه ها مستويات ضعيفة مستويات ضعيفة يبقى لا ينفاصم الكوارتس لعدم موجود المستويات ضعيفة وجميع المعدل اللي تنفاصم فيها مستويات ايه ضعيفة نرجع تاني برضه هاعتمد على الانفصام في المقصر انا ما عنديش مستوى ضعيفة وجيت على الصخر ورحت طرقت عليه كسرته فهيديني المقصر المقصر هو شكل السطح الناتج من كسر المعدن في غير الانفصام يعني في غير المستوى ايه ضعيف الضعيف ما فيش مستوى ضعيف طب المقصر خشن اشكاله اشكال كده ولا يتبع اي مستوى اشكاله متعددة خشن غير منتظم غالبية المعادن صارها مسنن مسنن الكوارتز والصوان مكسرهم محاري زي القوقع كده من جوه بلاقي لي لشكل مميز شبه المحار تمام وطبعا هنعرض عليكم كل الامثالة يعني الكوارتز الابيض كان مستوى محمد بيتكلم عليه هنعرض لكم عيون الكوارتز الابيض ونشوف لونها وكلمة لبني مش النسبة البلول لا اللبني هنا جاي ترجمة الكلمة ملكي زي ما خدنا في ابتداء مجرد ضرب التبانة او الطريق اللبني طيب الطرق والصحر خاصية تعبر عن امكانية تشكيل المعدن تشكيل المعدن الى رقائق او اسلك بالطرق والصحر زي ايه الدهب والفضة ماشي فرزات يعني اه المعادن عما بس الدهب قابليته اعلى معادن فلزية اه النحاس برضو قابليتها المعادن فلزية او طركت علاء فلزات لا الا ما اللب فلزات هتنكسر تمام معي بس لو في مستوى ضعيف هيبقى فين فصال تمام طيب انرقظ đi مش هيتشكل انكسل لا مش هيتشكل اه اللي بيتشكل المعادن فلزات مبعدين النحاس والفضل. طيب. في خواص اخرى? فيه اه. في مجموعة خواص مساعدة للتعرف على المعادن. زي الوزن النوعي. الخواص مساعدة او مساعدة. الوزن النوعي. الخواص الحرارية. الخواص المغناطيسية. فيه خواص ذات قيمة. تانية. زي المزاق. الملمس. الرائحة. الوزن النوعي. لو انا جبت حجم معين من معدن. وليكن الده. ووزنت ووزنته قدامه نفس الحجم من المياه. معايا ده الوزن النوعي. النسبة بين. ماشي. حجم معين من المعدن. كتلة حجمه معين من المعدن. لكتلة نفس الحجم من المياه. هحط هنا ده. هنا مياه. وصاده هنا. تسعتاشر وتلاتة من عشرة نفس الحجم. يبقى معنى كده. ان الدهب. وزن النوعي تسعتاشر وتلاتة من عشرة. وده وزن نوعي عادي. طب لو جبت الجلينا. سبعة ونص. نعم. انا عايز بقى اللقط اللي بداخد باننا منها. الجلينا. قال لي ايه مرة. قال لي بريق ايه. في لزي. في لزي. وقال لي انفصام ايه. انفصام. مكعد. وقال لي الوزن النوعي كام. سبعة ونص. وبينتمل فاصيلة ايه. الكابريتيدات. لسه كت مكتوبة هنا. كابريتيد الرصاص. الكابريتيد. كابريتيد الرصاص. اه. كابريتيد الرصاص. بسلامة. اخد بالي من طرق الربط اللي اني دي بتعتمد على نوعية اسئلة. الخواص الحرارية. مش. الخواص الحرارية. اللي هي قابلية الانصهار. ودرجة الانصهار. الخواص المغناطسية. عايز ارجع تاني. الهيماطايت. والليمونايت. قلنا دول اصبغ معدني. الهيماطايت. والمغناطايت. اكاسيت حديد. لاصناعات الحديد والصلب. الهيماطايت والمغناطايت. اكاسيت حديد. لاصناعات الحديد والصلب. والخواص المغناطسية. زي الهيماطايت والمغناطايت. قابلية التجاذب بالتلافر مع المغناطيس في خواص تانية زادة قيمة المزاق الملمس الرائحة المزاق طبعا زي الهالايت عندي اتنين الهالايت ملحي مر الكفاعة لنا كده والملمس والرائح دي اهم خواص في المعادن الباب التاني لازم ناخد بالنا في تربطات يعني لازم نقاط نشتغل فيها وانا فاهمها كويس قوي ده معنى انا اتكلمت المرة فاكت عن النظام المكعب طب يا طرق النظام المكعب ده لو حصلوا تغيير هيبقى ايه؟ معرفش حسب ما يعرض عليها التغيير يعني هو قال لي المكعب احنا هنلفت نظركوا بس لها وهيبقى عليها في النية كبيرة جدا من الاسم المكعب ده ماذا يحدش للمكعب؟ معايا؟ عند اختلاف احد اطوال ما حاوره واحد بس هيختلف فبقى فيه اتنين متساويين وكلهم متعامدة وبقى فيه واحد بيختلف هيبقى ايه؟ رباعي متحول من شكل شكل تاني السؤال بص تغييره بسيطه غيرت السؤال كله ماذا يحدش للمكعبي عند اختلاف اطواله وزوايا وزوايا هيبقى سلسلين نتغير والموضوع بسيط جدا وسهل جدا هنعرض الجزئيات دي عليكم ان شاء الله بعد كده في كمية جديرة جدا من الاسم احسن تمسر غيرت فاضل حبيب في نص ديئة كده مستر محمد لو في عندك اي رسائل سريع للطرابة بتاعتك نفسنا ولادنا بس يربطوا المنهج ببعضه ويخال باله من الاسئلة في نهاية السنة بيكون مرتبطة بالمنهج كملا مش بباب معين يعني مش المعادن مثلا خدت الكوارزة في باب التاني المعادن انا شوفت الكوارزة هشور ان شاء الله في باب التالت وشوف في باب الرابع وشوف باب الخامس يبقى هو كمعدن لازم اركض على خواصه العامة وكذلك بقى معظم الاشياء يعني مثلا مرض مضبطة لابواب وبعضها بعد ما ما اكت ذاكر كل جزئية اربطها مع بعضها في نظام الاسئلة وان شاء الله يكون امتحان جميله كده واتحققه فيه درجة انهائية ان شاء الله مستر ريهب لو عندك اي تعقيب بتفضل يعني اتمنى من الطالب الهدوء وفهم السؤال كويس اثناء عملية طرحه لانه يبقى عندي وقت محدد جدا للاجابة التغيير يعني اقرأ السؤال كويس بس يعني هو كل الموضوع بيعتمد على قراءة السؤال انا قرأت السؤال كويس هعرف اجاوبه ما قرأتش السؤال كويس للأسف وبعدين انا ما عنديش الله هو اختيار لازم امركز فيه قراءة السؤال كويس جدا اهم شيء عندي احسنته وحلقة من الحلقات الممتعة وان شاء الله تمنا نشوفك في حلقة قادمة وان شاء الله وتمنياتنا الخلبي الكل طلبنا الاعزائي بالتوفيق والنجاح دايما رجاء شكرا لكم شكرا لكم